اشتركوا في القناة المشاهد الإباحية أثناء البحث على جوجل بالهاتف أو بالحاسوب أتقسمه معكم لأني صباح اليوم تعرضت لموقف جد محرج بجانب والدة الحبيبة وكي لا يتكرر الأمر معكم أو مع غيركم أتمنى منكم تقسمه مع أصدقائكم لا لشيء إلا يتعمى الإفادة إذن على بركة الله صباح هذا اليوم احتجت الصورة لأخ مع أخته فكتبت على جوجل أخوة أخته كلمتي للبحث لكن صراحة صدمت بنتيجة البحث كما سطرنا معي الآن صور إباحية صور جنسية صور يندلها الجبين صراحة صدمت لجوجل بهذه النتيجة وتخيلت لو أن الأمر وقع مع أبنائي أو أمام ثلام ذاتي أو على المباشر مع أساتذتي ولهذا أحبتي ولكي لا تصطدموا مع مثل هذه الصور الإباحية مستقبلا عند البحث عن أي كلمة ولو أن معناها لا يحيي بمحتوى الجنسي سأتقسم معكم حل بسيط جدا لذلك فبالنسبة للعاتف كيف فقط نقر هنا على هذه الأيقونة بعد ذلك نقر على إعدادات ثم بعد ذلك اختيار هذا الخيار ثم بالأسفل ننقر على لحفظ هذه الإعدادات الآن سأقوم بإعادة البحث عن نفس الكلمتين لأرى النتيجة أخو نوى أخته وبالذهب إلى مكان الصور كما ترى نمائي ولا نتيجة واحدة إباحية جميع الصور عادية فرق كبير بين هذه النتيجة والنتيجة السابقة بالنسبة للحاسوب فسنقوم فقط بالداب إلى Settings بصفحة جوجل بعد ذلك نقر على Search Settings ثم نختار هذا الخيار Turn On ثم في الآخر ننقر على Save لحفظ هذه الإعدادات وأخيرا أرجو منكم إخواني أخواتي أن تتقاسموا هذه الطريقة مع أصدقائكم خاصة مع زملائنا أساتذ الأفاضي الأستاذات الكريمات أيضا ما أحببنا التلاميذ لا لشيء إلا لتعم الإفادة وترقبوا عن مقارب بإذن الله مشاركة جديدة ومفيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته